المقاومة الوطنية تطلق سراحة عدد من المغرر بهم من أبناء الساحل الغربي القوات الحكومية تحقق تقدما في الجوف وصعد وتكبد الميليشيات خسائر في العدد والعتاد واجهات في عدد من جبهة الضالع والميليشيات تكثف انتهاكاتها بحق أبناء الحشة وتفرض جبايات جديدة ثامنا ونصب توقيت العاصمة صنعاء أهلا بكم إلى النشرة الإخبارية من قناة اليمن اليوم بادرت المقاومة الوطنية بإطلاق مجموعة من المغرر بهم في صفوف الميليشيات الحوثية بعد إعادة تأهيلهم وأخذ ضمانات من أهالهم بالعودة إلى أسرهم والاندماج بالمجتمع كمواطنين صالحين وطالب ناطق المقاومة الوطنية عضو قيادة القوات المشتركة العميد صادق دويد الفريق الحكومي المفاوض في ملف الأسرى بالأردن بضرورة الالتزام باتفاق استوكولم في الإفراج عن جميع الأسرى على قاعدة الكل مقابل الكل بدون انتقائية وتسويف باعتبار أن الجميع يمنيون ولا يجوز لأي طرف أن يتلاعب بهذا الملف مشددا على أن الفريق الحكومي ليس معنيا بحزب معين أو فئة معينة أو جبهة معينة ويجب أن يضع جميع الأسرى من جميع الجبهات نصب عينيه أنتم غرر بكم الحوثي وخلاكم ترتكبوا أعمال مخلة بالأمن وتخدم مصالحها الدنيئة وترككم ونسيكم في بعضكم قد له أكثر من سنة والليلة أشهر ومع ذلك ولا هم التفت لكم أبدا زي الشيطان لما قال لله أني بريء منكم أني أخاف الله رب العالمي شوفوا نتيجة الأعمال هذا الغير مسؤولة أنتم اشتغلتوا للحوثي زي ما الحوثي بيشتغل لإيران إيران بيستخدمها للحوثي أداة تزعزع استقرار المنطقة وخلق صراعات وحروب ودمر النسيج الاجتماعي اليمني والإيراني ولا يهمهم أهم شيء أهدافهم وأنتم نفس الكلام نفس الوضع الحوثي أستخدمكم من أجل أهدافه وترككم هل سمعتون أنه حاول محاولة أنه يخرج حد منكم أبدا ما يهمه يهمه فقط أن نستخدمكم كأداة رخيصة لكن أنتم من أبناء المجتمع اليمني وإحنا للأمانة بنتألم أنه عندما نجي نشوف أبناءنا بهذا السلوك ويغرر فيهم الحوثي ويستخدمهم الأغراضها الغير سوية وبعدها يتركهم قررت قيادة المقاومة الوطنية أن تطلق صراحكم بعدما قدمتها التعاهدات والإجزامات أن تعودوا إلى جادة الصواء وبعد الضمانة قدموها الشخصيات الاجتماعية الموجودة هنا أنتم عندما تخرجوا لقرأكم ولا عند أهلكم تنسوا هذا الموضوع تنسوا الحوثي وتوعى والبقية شوفوا أنتم بعضهم كانوا يجمع له معلومات وبعضهم كانوا يستخدمه في دعم الإمداد في أغراض متعددة ما عمل لكم ولا سوى شيء كل هذه الشعارات كانوا يقدمها كلها كذب في كذب القدس والنصر الإسلام والنوب يقاتل أمريكا وإسرائيل وهذا بتشوفوا ما بسل أخوانكم كلهم يمنيين مثلكم ومسلمين ومؤمنين بالله فعندما ترجعوا أنتم محملين برسالة أنهم توعوا المجتمع توعوا الناس المغرر بهم قلوا لهم ما عمل لنا شيء الحوثي تخيلوا إحنا إذا به معتقل عند الحوثي يعني بنعمل المستحيل إلا ما نوصل له عنده ونتأكد كيف صحته وكيف شروطه وبنحاول نخرجهم بشتى السبل وأنتم ترككم وأنتم غيركم تاركن لكم هكذا بدون أي شيء يمكن ذكرتها في اللقاء السابق أنه هو معه أولاً هي حركة عنصرية وهو بيدور أسماء معينة والشيء الثاني أنتم معتهم مو خلاص أنتم مثلاً من أبناء منطقهم معينة استخدمكم من تهم وضعكم حوثي ذا الحن في الداخل أيوة عنده تهم جاهزة أي واحد ما بدأ يتكلم عن حقوقه ولا بيحاول يكون ضد التصرفات النشاز أو الخطأ للمشرفين على طول عنده تهم معلبه جاهزة بيتهمهم بالخيانة بيتهمهم بالعمالة ويقوم يختلق له قصص غريبة ليست إلا في خياله أنه في خلايا نائمة وأنه فيه الموظفين بل كامل أي واحد بيتدور مرتباته على طول بيعتقله ويقول له هذا مع العدوان هذا مع المرتزقة من هذا التهم الحوثي حركة مجرمة خطيرة دمرت البلد ولا تتردد في أن تعمل أي شيء في سبيل أنه يتوصل هدافا أنتم بإذن الله بيتطلقوا اليوم في أيضا عملية تبادل أسراء في مشاورات تمت في الأردن بين الفريق الحكومي والحوثي هذا تحت سقف اتفاق السكهل نحن نحمل الفريقين الموجودين في الأردن أنه رسالة أنه لا بد ما يفضي كل هذه اللقاءات والمشاورات إلى إطلاق كل الأسراء الجميع مقابل الجميع بدون استثناء بدون انتقائية زي ما تضمنه اتفاق السكهل وبدون تسويف لأنه الملف الأسراء هذا حالة إنسانية وفي الأخير هم كلهم يمنيين ولا يجوز أنه واحد من الأطراف اليمنيه يلعب هذا الملف الحكومة عليها مسؤولية هي ليست معنية بحزب معين أو بفئة معينة أو بجبهة معينة لازم تضع كل الأسراء من كل الجبهات بعين واحدة الحوثيين أيضا أنه لا يجوز أنه يتاجر بهذا الملف الإنساني وأنه يغالي ناس على ناس وأنه يقدم أشخاص من طبقهم معينة من فئة معينة على بقية الشعب ولا جثث معينة لا بد ما يطلعوا الناس بالكامل يلا ما أطوش عليكم إن شاء الله ذلح أسركم منتظرا لكم تعودوا إلى جادة الصواب وتنخرطوا في المجتمع ما فاتكمش الكثير ارجعوا لا عند أسركم لا عند أهاليكم أهم شيء التوبة توبوا من هذا الجرائم هذه اقترفتها مع الحوثي مهما كانت صغيرة لكنها جريمة بتكلف حياة مدنيين وبتشوفوا عندما تروحوا داخل للساحل الغربي المفخخات هذه بيزرعها الحوثي بتحصد أرواح الأطفال ونساء أمس في زرعوا عبوه ناسفه وانفجرت امرأة وبنتها وأطفاء ما من جرم هذا؟ وين الأمريكا وين الإسرائيليين؟ يلا بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمريكا ورحمة الله ورحمة الله وبركاته ولا شيء أخر حاجة رجموا احنا في الزبالة والحمد لله رب العالمين من القيادة فارق أفاش الحمد لله تم الإفراج إن نحن وأما الحوثي شمت بنا وأذب بنا كنا نشتغل للحوثي والآن رجم احنا لا دور بأدنا ولا أي حاجة كنت أشتغل مع الحوثي أقرفهم بسيادين وبعدين كانوا ضربوا عليهم بالرصاص وبعدين ما قمنا تحاملنا إحنا إياهم قمنا قاموا طرحونا أنا أقرف لسيادين يعني كنتب كم أدد السيادين تروح البحر وديهم ورقة لذين نسوهم وهن غرروا بحنا ويعني بهذلوا البلاد وتأبروا البلاد كذا وشمتوا به وليش ما دورش بعد أحنا وترك أحنا وخلى لحنا حال يعني لحنا سنتين داخل الحبس يعني ما سأل بعد أحنا ولا تدور بعد أحنا يعني أحنا وخلاص وأحنا متروكين والحمد لله تركوا صراحة بدون الشرط ولا قيد ولا ذي الحمد لله كنت أشتغل مع الحوثي بتاع في الخندق تحت الشجر الحمد لله عندنا المقاومة بخير ومشاء الله طرقوا صراحة طرقوا صراحة ومشاء الله نروح عندنا سأل من غانبين بزلة أنا مغرر مع المنشيات الحوتين كنت أتن دوم مع كل شرب وقلت ندوم ساعة ومشي وأرروا بنا من أحنا من السيد من أحنا من سيادة البحر من أحنا من كل شي لما أحاصروا من البحر وذي خلوا حنا تأسكر واسمنا نمعهم ومسكنا في النقطة كان يدوننا 25 ألف أولا قياد يسألنا الحوثي بعدنا آد ولا شيء يعني غررر بنا وتركحنا هنا ودبز بعناك القمامة والحمد لله طارق أفو أهب لنا أفو أم أفو أم ورودها إلى أهلنا رحنا مع الحوثي دورة والآن الحوثي رجنبحنا ولم يسأل بعدنا وتكرم الأميد طارق بالإفراج أننا وأخرجنا من السجون بعدما اشتغلنا مع الحوثي ورجنبحنا نطالب أخوتنا الذين مع الحوثي بأن يسلموا أنفسهم ويردوا إلى صوابة الجد والرشد ويرجعوا إلى أهليهم من جديد يعود ملف الأسرة إلى الواجهة واتفاق حكومي حوثي على إطلاق ألف واربعمائة أسير وأعلن في البيان الختامي لاجتماعات اللجنة التي استمرت سبعة أيام عن البدء في تبادل كشفات الأسرة بإشراف المبعوث الأممي والصليب الأحمر الدولي بعد اجتماع دام سبعة أيام في العاصمة الأردنية عمان الأطراف تتفق على خطة مفصلية لتنفيذ أول تبادل الرسمي واسع النطاق للأسرة والمحتجزين يشمل ألفا واربعمائة أسير وهي خطوة تمثل امتحانا صعبا لصدق النواية والالتزام الأخلاقي بالإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن وفقا لاتفاقية ستوك هولم لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل تلتزم المليشيات الحوثية بهذا الاتفاق؟ يعد هذا الاجتماع الجولة الثالثة من المناقشات لللجنة الإشرافية على تنفيذ اتفاق تبادل الأسرة والمحتجزين منذ مشاورات ستوك هولم في أواخر عام 2018 وضمت اللجنة وفودا من أطراف النزاع برئاسة مشتركة لمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر غريفث المبعوث الأممي الخاص لليمن وصف هذا الملف أن تقدم فيه بطيئا للغاية في إشارة إلى أنه يجب أن تنتهي آلام آلاف من الذين ينتظرون لما شملهم مع عائلاتهم وأحبائهم فيما علق رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في صنع روخنشتاين قائلا على الرغم من الاشتباكات المستمرة رأينا أن الأطراف قد وجدت أرضية إنسانية مشتركة تسمح للعديد من المحتجزين بالعودة إلى أحبائهم هذا يدل على أن الأطراف نفسها هي فقط من تمتلك على أحداث التغيير إيجابي ودائم في البلد وعبر عن أمله أن يمهد هذا الاتفاق الطريق لمزيد من مضاعفة فرص أوسع للسلام في اليمن بقي القول أن الميليشيات لم تنفذ من الاتفاقات السابقة شيئا ودأبت على ممارسة الانتقائية والمماطلة في التعامل مع هذا الملف أو إبرام اتفاقيات خارج إطار اتفاق السوكهولم على أمل الانعقاد مرة أخرى نهاية شهر مارس لمناقشة المزيد من عمليات التبادل في ظل تقدم واضح لهذا الملف الإنساني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر استشهد أربعة مدنيين من أسرة واحدة بانفجار عبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي في خط الخوخة بمحافظة الحديدة وقالت مصادر طبية إن مستشفى الخوخة استقبل أربعة شهداء وجريحة انفجرت بهم عبوة ناسفة أثناء أمرورهم بسيارتهم في منطقة موشج جنوب الخوخة أربعة مدنيين وجريح من أسرة واحدة ضحايا عبوة ناسفة زرعتها الميليشيات وانفجرت بسيارتهم في منطقة موشج جنوبية الخوخة بمحافظة الحديدة لتكشف الوجه الإجرامي لميليشيات الحوثي الإرهابية التي حولت الساحل الغربي إلى منطقة ملغومة تتربص بحياة المدنيين السالكين الطلق الفرعية والرئيسية وتستهدفهم بشكل يومي لا تتوقف جرائم الحوثي في الساحل الغربي والسهل التهامي حيث تحصد كل يوم أرواحا بريئة فقد ارتكبت الميليشيات خلال يناير الماضي 51 حالة قتل منها 19 بسبب الألغام الأرضية التي زرعتها في عديد من المناطق جاء ذلك في حصائية ذكرها تقرير للشبكة اليمنية للحقوق والحريات عاملون في إزالة الألغام أكدوا أن الميليشيات الحوثية زرعت أكثر من مليون لغم خلال السنوات الخمس الماضية في المناطق التي دحرت منها وتواصل زراعتها في مناطق المواجهات ما يجعل أحمال الإزالة وجهود تلك الفرق تتضاعف بعشرة أضعاف للخلاص من الألغام التي زرعتها الميليشيات دون خرائض وأهدت بآلف الأرواح وأصابت وبترت آخرين وتواصل عبوات ميليشيات الحوثي الإرهابية حصد أرواح المدنيين الأبرياء في الطرقات الفرعية والعامة بمحافظة الحديدة والتي تزرعها بطريقة عشوائية لقتل المواطنين واستهداف كل ما هو حي يدب على الأرض فضلا عن تعمد إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقها في المناطق المستهدفة رصد استطلاع اللواء السابع مالقة ضمن القوات المشتركة المرابط في جبهة حيس تجمعات للميليشيات الحوثية وأفاد مراسلون أن تجمعات الحوثية في الجهة الجنوبية بمنطقة وادي ضمي قامت بقطع الطريق الترابي الذي استحدثه المواطنون كطريق فرعي لهم بما يمكنهم من ربط حيس بالقرى المجاورة التابعة لها التي لا زالت تحت سيطرة الميليشيات ويعتبر خط شريان حياة وأضاف أن تجمعات الحوثية تأتي استعدادا لشن هجوم على مواقع القوات المرابطة في خطوط المواجهات في الجوف تمكنت القوات الحكومية من تحقيق تقدم جديد في مديرية الغيل بمحافظة الجوف عقب معارك خاضتها ضد ميليشيات الحوثي مصدر عسكري أوضح أن القوات الحكومية تمكنت من استعادة مواقع في القطاع الجديد للواء مئة وسبعة وعشرين وهي المقاطع والمحزمات والتلة السوداء كما أسرت العشرات من ميليشيات الحوثي واستعادت أسلحة خفيفة ومتوسطة خلال التصدي لعملية التفاف للميليشيات في جبهة الغيل وأكد المصدر أن عددا من الميليشيات لقوا مصرعهم من بينهم قيادي يدعى شمسان أبو نشطان وهو أحد شيوخ قبيلة أرحب وأضاف أن أكثر من ثمانية عشر حوثيا سقطوا بين قتيل وجريح أثناء محاولتهم متسللة إلى مواقع القوات الحكومية في سلسلة جبال جرشب بمحافظة الجوف في سياق متصل شهدت جبهة صعد معارك عنيفة بعد أن نفذ اللواء الثالث عاصفة هجوما واسعا على مواقع الميليشيات الحوثية في مران وذلك بتخوم جبل العقيم المطل على جبال المصطبة والمروي وأفاد مراسلون أن القوات الحكومية تمكنت من تنفيذ هجوم واسع على مواقع الميليشيات الحوثية في منطقة مران وأكد أن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة العديد من عناصر الميليشيات وتدمير آليات عسكرية تابعة لهم ينضب إلينا عبر الهاتف اللواء محمد العجاجي اللواء الثالث عاصفة بصعدة مرحبا بك نعم بطولات متواصلة سيادة اللواء محمد العجاجي بطولات متواصلة يسطرها الأبطال ما جديدها هل تسمعني نعم داد في الضالع شهدت جبهة باب غلق وحبيل العبدي والخرازة في محافظة الضالع مواجهات بين القوات المشتركة والميليشيات الحوثية وأفاد مراسلون أن المواجهات تأتي بعد استقدام الميليشيات الحوثية تعزيزات جديدة من اتجاه منطقة هجار وما جاورها والدفع بعناصرها للتسلل نحو مواقع القوات المشتركة أضاف أن الاشتباكات بدأت في جبهة باب غلق وتواصلت حتى مناطق الخرازة وحبيل العبدي شمال الفاخر وأكد مصدر عسكري أن الميليشيات حاولت الهجوم والتسلل من خلال عناصر تم تدريبها مسبقا لكنها منيت بالفشل وتكبدت خسائر وسقط معظم عناصرها ما بين قتيل وجريح الأمر الذي دفع الميليشيات للقصف العشوائي بقذائف الهون وتسببت بسقوط ضحايا مدنيين في منطقة سليم في السياق تواصل الميليشيات الحوثية عملية الابتزاز والتعسفات ضد المواطنين بمديرية الحشاب الضالع حيث قامت بفرض مبالغ مالية على التجار وتحصيلها بالقوة وأفاد مراسلنا أنها كلفت كل عاقل وشيخ جمع مبلغ مالي من قريته وألزمت إدارة بريد الحشاب باستقطاع مبالغ من مرتبات الموظفين التي تصرف بشكل منتظم للمديرية وبالعودة إلى محافظة صعدة ينضب إلينا عبر الهاتف اللواء محمد العجابي من اللواء الثالث عاصفة بصعدة مرحبا بك بطولات متواصلة يسطرها الأبطال ما جديدها؟ أهلاً مش أهلاً بكم وأولاً وبدايةً بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله سبحانه وتعالى التعاصل ومحاة ثلاثة سترة ويكون اتجين كله لله نرحب بحارة طراحية بقاناة اليمن اليوم الفضائية ونشكركم على تغطيتكم وتتبعكم من الأحداث في كل المحاور وفي كل الجبهات نعم ما جديد البطولات؟ أبشركم ونبشر أبطال الجيش الوطني في كل المحاور الحمد لله نحن في محاور النظام اللواء الثالث عاصف واللواء الثالث عروبة ولواء قوات الخاصة نحن جنبنا إلى جم وشنينا هجوماً واسع على المليشية الحوثية في عقر دارهم في مران في مديرية الظاهر وتم تكبيدهم خشائر فادحة بالأموال بالمعدات حركت عليهم آليات عسكرية وأسلحة يعني ضربات مستدة جوية من طيران التحالف العربي وكذلك يعني خسائر بشرية على أيدي الأبطال الأحرار الذي نفذوا للهجوم والغار الواسعة على مواقع المليشيات نعم ذلك في مران ماذا عن الجبهات الأخرى بمحافظة صعدة؟ ماذا عن الجبهات الأخرى غير مران في محافظة صعدة؟ ماذا عن الجبهات الأخرى في محافظة صعدة؟ عد عد نعم اللواء محمد العجابي من اللواء الثالث عاصفة بصعدة شكرا جزيلا لك تواصل المليشيات الحوثية عملية الابتزاز والتعسفات ضد المواطنين بمديرية الحشة بمحافظة الضالع حيث فرضت مبالغ مالية على التجار وحصلت منهم بالقوة وتكليف عقال الحارات والمشايخ بجمع مبالغ مالية لحربها العبثية ممارسات الحوثية لا تتوقف بحق المواطنين في مناطق صيدرتها لتضاعف من معاناتهم بفرضها أعباء مالية إضافية لتغضية نفقات حروبها العبثية وامضاعفة أرصد قادتها فقد وصلت جباياتها إلى مديرية الحشة بمحافظة الضالع حيث فرضت مبالغ مالية على التجار وتحصيلها منهم بقوة السلاح الميليشيات الحوثية كلفت عقال الحارات والمشايخ الموالين لها بجمع مبالغ مالية كلا في منطقته وأخذها منهم بالقوة والإبلاغ عن من يخالف قراراتها التعسفية وحملاتها المتواصلة لنهب وسلب أموال المواطنين دون واتشيحق فضلا عن فرض نسب ضريبية غير قانونية على التجار والمواطنين ولم تكتف الميليشيات بذلك بل ألزمت إدارة بريد المديرية باستقضاع مبالغ من مرتبات الموظفين المنقطعة أصلا منذ أكثر من ثلاث سنوات لتزيد من حدة المعاناة الإنسانية والمعيشية للسكان المحلين بشكل كارثي الإبتزاز الذي يمارسه الحوثيون والجبايات المالية غير المشروعة على التجار والشركات التجارية دفعت الوعظ منهم إلى تجميد أنشطتهم التجارية فيما أعلن آخرون إفلاسهم وهو من عكس على حياة المواطن البسيط الذي بات يعيش في زمن الميليشيات أوضاع بائسة لا تحتمل مثل هذه القرارات التي تحملهم ما لا طاقة لهم به دفنت بليشيات الحوثي جثامين 367 قتيلا من عناصرها بينهم قيادات عسكرية وميدانية بارزة خلال النصف الأول من شهر فبراير الجاري سقطوا في عدد من جبهات القتال مصادر خاصة بوكالة خبر أوضحت أن البليشيات دفنت في محافظة صنعى 166 قتيلا وفي محافظة دمار 46 وفي محافظة صعدة 38 وفي حجة 38 وفي عمران 36 وفي إب 20 قتيلا وفي المحويد 9 قتلى وفي تعز 7 وفي البيضاء 3 قتلى وقتيلين في الجوف وقتيلين في محافظة الضالع وريمة وكانت الوكالة قد رصدت تفاصيل قتل المليشيات في جبهات القتال المختلفة خلال الأيام الماضية تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر مجموعة من عناصر المليشيات الحوثية في فعالية حسينية بصنعى الصور التي نشرها ناشطونة وأثارت ضدجة في مواقع التواصل يبدو عليها أنها التقطت في فعالية بمناسبة عاشراء أي يوم العاشر من المحرم الذي يعتقد الشيعة أن الحسين بن علي استشهد فيه وتظهر الصور قاعة ملئت جذرانها بسجاجيد وصور كتب عليها عبارات طائفية وشعار للبليشيات الحوثية والتقم الحوثيون العديد من الممارسات المتداولة لدى الشيعة في إيران لإحيائها في المناطق التي يسيطرون عليها والخارج عن ثقافة وتقاليد المجتمع اليمني مستمرة النشرة فيها بعد الفاصل مدينة الخوخة تستعد ألقها واستئناف الحياة فيها على قدم وساق في الخوخة تعود الحياة إلى طبيعتها تدريجيا في ظل حرص القوات المشتركة واهتمامها بحياة الناس في المناطق المحررة قناة اليمن اليوم تجولت في شوارع المدينة ونقلت جزءا من أجواء الحياة فيها عجلة بناء وعمران تستابق الزمن في الخوخة عاصمة التحرير المهقتة الواقع أقصى جنوب محافظة الحديدة هذه المدينة الواعدة تتطلع إلى الغد وتحث الخطى نحو مستقبل بدأ للتو يمهد القواعد وينصب الأعمدة ويعلي البناء بعد أن نفضت عن كاهلها قبار الكهنوت الحوثي الذي جعل منها قاعدة عسكرية لتهديد الملاحة البحرية ونافذة خلفية تستقل لها قيادة الميليشيات في تهريب السلاح والممنوعات عبر ميناء الحيمة العسكري الذي حولته إلى سوق سوداء قبل أن يتم تحريره من قبضتها قبل عامين بعد ذحير الميليشيات الهوثية تم الحمد لله بكل شيء وعادت الأمور إلى حياة إلى طبيعتها فأصبحنا الحمد لله نمارس الحياة كالمعتادة وأفضل بعد دحر هذه الفرقة الضالة التي قلبت على التولى الأمن الأمام موجود وأن نقول أي شخص بيجي في هذه المناطق المحررة موجود عندنا هنا كل خير كل حاجة إن شاء الله كامير اليمن اليوم نفذت جولة ميدانية في أنحاء الخوخ وأسواقها المزدحمة والشوارع الرئيسية الآخذة في التوسع والتنوع إنشاءات حديثة تمتد بطول الشوارع المستحدثة الممتدة نحو الاتجاهات الأربعة للمدينة التي تدب فيها الحياة من جديد بشكل متسارع عدم وجود إطلاق النار يشعر المواطن بالارتياح النفسي والاستقرار النفسي في كل الأماكن سواء في الأسواق أو في البيوت أو في المخيمات كان صابقا أيام الحوثة كان استبداد وعنى حالات المعيشة تعبانة كثير يعني الاستبداد يتسحبوا الناس من داخل بيوتهم تمام والحمد لله يعني بقوة المقاومة المشتركة تم تطهير المناطق من الحوثة الكهنوتين سوق العقارات ومتطلباته من مواد أولية ومستلزمات البناء يضخ في الخوخة روحا جديدة مدفوعة بامتيازات أمن واستقرار يتراكم ويراكم مكتسبات تنمية تنتظر المزيد من الأموال والاستثمارات لتحقيق نهضة تنموية تتناسب مع مدينة الخوخة الساحلية الضاربة في جذور التاريخ والمتميزة بتنوعها البيئي الفريد توافق بالجميع وبقيادة الأخ القائد يحيى أبد الله الوحيش الذي يجلي دائما اهتمامه الكبير لهذه المديرية التي تؤدي هي المديرية الأولى بتحريرا بمحافظة حديداء وإن شاء الله ستشهد المديرية بخلال هذه الأيام إن شاء الله نقلة نوئية لتطبيع الحياة في هذه المديرية نشعر في أمان في بلادنا ونشكر القيادة ونشكر طارق عفاش بامتجازة تساعده معاونة في القهود كل شيء نحن التهاميون لن ننكسر ونقول والله ما زلنا صامدين وثافثين وشامخين شموخة الجبال الرواسي وإن شاء الله سوف تحرر المناطق الباقية تضم مديرية الخوخة 12 جزيرة أبرزها جزر أرخبيل حنيش وتتميز بتنوع بيئي فريد وبها مواقع تاريخية وأثرية حيث كانت تمثل ميناء هاما لتصديد واستقبال البضائع من وإلى اليمن على مر التاريخ من مدينة الخوخة شرف الشمري اليمن اليوم ترجمة نانسي قنقر 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 تتفاقم معاناة شريحة الصم والبكم جراء الحرب العبثية التي أشعلتها ميليشيات الحوثي وفي ظل انتشار عدد كبير من الرموز والإشارات المختلفة والخاصة بكل منطقة على غرار اللهجات المحلية ما جعل التواصل أكثر صعوبة بينهم حتى لغة الإشارة في اليمن تختلف من منطقة لأخرى حيث وصلت لأكثر من 300 لغة إشارة تتعلمها شريحة الصم والبكم فكل محافظات لغة إشارة مختلفة وهو ما يصعب التواصل بين شريحة الصم والبكم فيما بينهم تنوع يشبه اللهجات المحلية هم لديهم لغة زي ما عندنا هم لهجات تختلف من محافظة إلى محافظة كمان لغة الإشارة الموجودة خصوصا في اليمن 300 لغة إشارة ما بين الجمعيات كعموم سواء في لاحق تختلف الإشارة عن عدن حاولنا قصار قهدنا أن ندمج الإشارة المحلية مع الإشارة العربية علشان تتكون عنها صورة واضحة كلهقة واضحة لهم بحيث أنه في أحياناً يكون امتداد تعليمي مع بين عدن ولاحق مع بين صناعة ولاحق تعز ولاحق على أساس أنهم يفهموا زي ما نفهم مع بعض نحن المتكلمين وتسببت الحرب في إغلاق العديد من جمعيات تأهيل ورعاية المعاقين أما الذي تبقى منها فهو في طريقه إلى نفس المال نظراً لقياب الدعم الحكومي وشح المكانيات وعدم الاهتمام بهذه الشريحة برغم كل الصعوبات التي نعاني منها مثل نقص الكادر التعليمي نقص الأدوات والمستلزمات كما شفتوا ولاحظتوا جمعية بسيطة جداً والأمكانيات بسيطة جداً ولكننا نحن لن نستسلم نحن مستمرين إن شاء الله ونتمنى من القهات المختصة بهذه الفئة جمعية رعاية وتأهيل الصم والبكم الوحيدة في محافظة لحجة لا تزال تواصل تقديم خدماتها للصم والبكم ومحاولة تعليمهم على الرغم من نقص الكادر التعليمي والأدوات والمستلزمات ولا يقتصر نشاطها على اللغة الإشارة فقط بل تعدى لتدريسهم المرحلتين الأساسية والثانوية وكانت الحكومة دشرت مشروع قاموس لغة الإشارة الموحدة الخاص بالصم والبكم والممول من الصندوق الاجتماعي للتنمية بالتعاون مع بيت الخبرة العربية بمؤسسة الأراضي المقدسة للصم والبكم بالمملكة الأردنية الهاشمية عام 2009 ويجتمل القاموس الموحد الذي يقع في 510 صفحات باللغة العربية والإنجليزية على أسهم وأشكال وصور توضيحية مبسطة لدارسي الإشارة من الصم والبكم إلا إنه لا تزال لغة الإشارة مختلفة في اليمن من منطقة لأخرى بعد مناشدات عديدة للطلاب اليمنيين من مدينة ووهن الصينية للحكومة إجلاءهم ضمن الإجراءات الاحترازية في ظل انتشار وباء كورونا تطل الطفلة سناء ذات الستة أعوام يتعبر ببراءتها عبر مواقع السوشال ميديا عن الحسرة والألم وتنص للحكومة من مسؤولياتها تجاه المواطنين أمام السنة من منطقة للمنطقة للميديا من منطقة للميديا ويوجد في مكان جنوان لديه في جنوان هناك نوع من المفاوضة المفاوضة للميديا انه كبير ويوجد ويوجد ومع بشكل خاطئ ونحن الأشخاص هم أتواجه هنا فحينا لا يمكننا التعلم بنا لا يهم نعلمه لأن المدينة لا تتخدمتنا لهذا السبب الbéديد لأنه يخلص الورو للأسرابرة لأن المدينة لأسراب البرناس لأن المدينة احساق الناس لا يمكننا أن نصدق في أي وقت أو أي وقت أو أي وقت لأنه سيئة 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 لا يمكننا أن نصدق لأن أي شخص يمكننا أن نساعدنا لأسفل لأننا نساعد لأننا نصدق في غضون ذلك تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 1770 ضحية بعد وفاة 105 أشخاص أفادت اللجنة الصحية الوطنية في مقاطعة هوبي في تقريرها اليومي بتسجيل 2048 إصابة جديدة ما يضع حدا لانخفاض سجل على مدى الأيام الثلاثة الماضية في عدد الإصابات الجديدة وبلغ عدد الإصابات 70 548 على الأقل في سائر أنحاء الصين وبدأ عدد الإصابات الجديدة في المقاطعة بالتراجع بعد الارتفاع الكبير الأسبوع الماضي في أعقاب تعديل المسؤولين لطرق التشخيص لتشمل احتساب الإصابات التي يتم التثبت منها بواسطة صورة الأشعة المقطعية للرئة معنا من مدينة وهن المبوءة ببايروس كورونا هشام مانع رئيس اتحاد الطلاب اليمنيين في الصين مرحبا بك أهلا وسهلا ومساء الخير على الجميع صباح الخير يعني في الصين حياكم الله ما هي المعلومات الجديدة المتوفرة لديكم عن الوباء أولا تشهد المعلومات أنا رئيس الاتحاد السابقا يعني نعم ما هي المعلومات الجديدة المتوفرة لديكم عن الوباء المعلومات الجديدة الآن أنا أحدث معك والسادة مشاهدين الكرام وأنا أتصبح الموقع يعني في اللحظة هذه ثماما وصل عدد الإصابات إلى 70646 حالة إصابة وأكثر من 7264 حالة مشتباه وألف وسبعمائة وتنين وسبعين حالة وفاة حتى اللحظة هذه وأنا أتصبح من الموقع الرسمي لتابعة أخبار الفيروس نعم ماذا عن الجانييني طيب تبضل 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 طبعا مدينة خوبي خوبيت مقاطعة كبيرة مدينة وخانس تعتبر عاصمة المقاطعة فمدينة وخان وصل الحالة فيها واحد واربعين أمس ومئة واثنين وخمسين حالة وألف وثلاثمائة وتسعة حالة وفاة وهي تعتبر المدينة الأولى وهي مقصد انطلاغ الفيروس طيب ماذا عن الجالية اليمنية والطلاب الدارسين في ووهان الجالية اليمنية حتى النحظة والجميع الطلاب الدارسين في وخان وفي عموم مدينة الصين لم تسجل أي إصابة ولا أي حالة شباه أيضا وكل أمور يعني ماشية حسب الترتيب اللي سيعدد في الفقومة الصينية ممثلتا أيضا بالمكاتب الطلاب الأياني وفي الأحياء السكنية أيضا حسب الترتيب اللي سيعدد في وزارة الصحة في الصين ولكل ماشية وفاة التأليمات والحمد لله لا يجد أي طبيعات نعم هشام مانع رئيس اتحاد الطلاب اليمنيين في الصين سابقا شكرا جزيلا لك وفي الختم تذكر بأبرز العناوين المقاومة الوطنية تطلق سراح عدد من المغرر بهم من أبناء الساحل الغربي قوات الحكومية تحقق تقدما في الجوف وصعدة وتكبد الميليشيات خسائر في العدد والعتاد واجهات في عدد من جبهات الضالة والميليشيات تكتف انتهاكاتها بحق أبناء الحشة وتفرض جبايات جديدة لقاءنا في موجزة العاشرة ونصف على خير في أمان الله موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة